يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى جناف للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح من المقرر أن يلقي شكري بياناً مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان فضلاً عن مشاركته في عدد من الفاعليات التي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتدعياتها على مناخ حقوق الإنسان العالمية وعلى رأسها تدعيات الحرب الجارية في غزة على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة